جديد بقى أن المزارة روحت للناس المستهلك لغايته من خلال السيارات المتمكلة هناك 42 سيارة متتمكلة تابعة شركة نيمل وغير السلاكية بيتم يضخوهم وتوجيههم حسب الكسافات السكانية حيث تابع للمكاتب التوويه التابعة لكل الشركات فيه كسافة سكانية في مدينة السلام يديد توجيهات السيارة رقم كذا توجه بكم الحمولة ومع ذلك يوجد هناك مكان التوويه ومكان الصنف النقاط خبز مع العربات المتنقشة المتنقلة كويس جدا فكاننا عشان نفتح من 3 شهور كان لابد من وجود رصيد مؤمن ما ينفعش أفتح وقعد بقى لما فيش سلعة لا الحمد لله السلعة متوفرة في المخازن الرئاسية التابعة الشركة القبضة للسعادة الغذائية لغاية 6 شهر هذا بإضافة ما يتم بتخزينه في المخازن المتصلة لشركاتنا بقى شوان كاتينيل أو الأهرام المصرية هناك رصيد مؤمن بـ 3 شهور في الشركات طيب يبقى أنا كده عندي خريطة واسعة النطاق لتلبية احتياجات المواطنة وعندي جودة عالية طيب يفضل لي هنا السعر أنا السعر بتاعي أقل من السوق في أسعاره العداء بكم في المية تقريبا الأول فيه سلعة الدولة فيها بتاعت تحمل دعم لأ دي لازم الدعم يوصل لأوسط حقي يعني كل الدولة لغاية دلوقتي بتحمل سعر السكر 10 جنيه ونصف في طق التمويل بالفعل لازم يكون فيه دعم لأدي كبير أما الغيف العيش لغاية دلوقتي بيتوفر بخمس قروش برضو فيه دعم لأدي جديد بتحمله الدولة عندنا السكر بعشرة ونصف عندنا الزيت بخمسة وعشرين عندنا بيتم طرح المكارونة بستة جنيه على أعلى مستوى بربعونة جرام فيه ديل تم تعاقده مع الشرق القبض السعر الغذائية وجهاز الخدمة الوطنية المتمثل في شرق السيلو بيدخ 24 تريلا يوميا على مدار اليوم من القاهرة الأسوار وعلى أعلى يعني نفس الجودة بتاعت الديل اللي تلوي سغير هو هو اللي موجود في الشركات الأخرى نفس الدقيق هو نفس الدقيق ونفس الجودة لكن الحمد لله القوات المسلحة والمتمثلة في شركة السيلو بتوفر هذه الأصناف بهذه النوعيات طيب ده كلام جميل جدا نقول بقى أهل الرمضان اللي بنعرض فيه للايه لأسعار بقى الأول عندنا السكر الحر 14 روس الروس ده عريض الحب ب14 روس عندنا زيت عشان بقى سيت بالتموين ما يبقاش فيه تلاعب واسيبين نسل بطاقة التموينية حاجتها تم طرحة زيت التموين بخمسة وثلاثين جنيه التموين بتميكلي تمنو مية اه أنا كشركة ميل ما عندهاش ما خزن طول السنة السلعة الحيوية اللي هو اللي يبيش والحاجات دي ما عرفش أخزنه لازم يجيب الحاجة طازة يعني سنة بسنة لكن التجار التانية بقى فيه ناس بتشيل السنة الجاية وهو الكلام ده كله احنا عندنا جودة يومية طب تغفضات في السهر من 20 إلى 30 في 100 على سوق الخريجة اللي هو استحالة هنزل عن 20% طب بييجي وفي حاجة بتوصل لـ 30 طب كلمة عشرين وثلاثين بتيجي ازاي هناك إدارة في الشركة القبضة تابعة وزارة التموين اسمها إدارة التعاقدات المركزية وهناك قدرة التسعير تابعة للشركة القبضة اسمها قدرة التسعير وهذا بالإضافة لإدارة السلسة والأهم الرقابة والتفتيش حيلو كني بوصل من المستهلك من المستهلك للمستورد مباشرة هو ده اللي بيقلل اللي بقى مفيش تاجر جملة مفيش تاجر تجزئة مفيش عاومة الكل ده في الوسط بياخد هاي مشتورة احنا شركة خدمية انا باخد مرتابين من شركتي وباخد مرتابين من زلال التموين فمفيش حاجة اسمها المكسب المكسب بحطوش مجيبي قال لك المكسب ينعكس على المواطن هو ده الفرق العشين في المية والتعتيب في المية على سوق الخريج فانا من المنتج للمستهلك بقى قللت بقى حلقة التواصل مفيش تاجر جملة مفيش تاجر تجزئة مفيش مفيش كله من مستهلك للمنتج اللي مستورد على سوق